هذا وقد انتقل محافظ الجيزة أحمد راشد لموقع الحريق الذي نشب بكنيسة المنيرة بالجيزة لمتابعة أعمال نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج وأكد راشد أن المحافظة بكامل أجهزتها في حالة استنفار للتعامل مع تداعيات الموقف ولتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والاتمئنان عليهم حتى تمام الشفاء وكلف محافظ الجيزة مدرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانة عاجلة لأسر المتوفين والمصابين